أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مشاهدين الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير حديثنا اليوم عن قمر العرب الغائب عن المملكة المغربية تأريخ عريق وثقافات وشخصيات لكن قبل الحديث عن المغرب العربي انحب النوه إلى زوار قنواتنا الجدد بضرورة الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات على الكل حتى يوصلهم كل جديد كذلك دعم مقاطعنا بلايك من أجل أن تنتشر هذه المقاطع نعود إلى موضوع نتف عن هذا البلد العربي فكان الثامن من أغسطس آب من عام 1984 يوما تأريخيا بالنسبة للرياضة النسائية العربية فيومها أصبحت العداءة المغربية نوالي المتوكل أول عربية تفوز بميداليا ذهبية في الألعاب الأولمبية وتعد الألعاب الأولمبية حدث رياضي عالمي يشارك فيه الرياضيون من مختلف دول العالم وقد انطلق رسميا عام 1896 ميلادي في العاصمة اليونانية أثناء وإذا كان المصري محمد نصير الذي فاز بالميداليا الذهبية في رفع الأثقال عام 1928 في أمستردام الهولندية ليصبح صاحب لقب أول عربي حصل على ميداليا ذهبية بالألعاب الأولمبية والذي تغنى به أمير الشعراء أحمد شوقي بقوله يا قاهر الغرب العتيد العتيد ملأته بثناء مصر على الشفاه جميلة فلا ننسى العداء المغربي سعيد عويطة الذي حصل على ذهبية خمستالاف متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1984 وفاز سنة 1987 ببطولة العالم في ألعاب القوى وكان قد حطم الأرقام القياسية العالمية لسباقات 1500 متر عام 1985 و2000 متر عام 1987 و3000 متر عام 1989 ويعد سعيد عويطة واحدا من أبرز الأبطال العرب في الأحداث الأولمبية وفي المغرب أيضا حيث تعد جامعة القرويين التي تقع في مدينة فاس بالمملكة المغربية هي أقدم جامعة في العالم على الإطلاق أسستها السيدة فاطمة بنت محمد الفهري القرشي القيرواني في عام 245 هجري الموافق 859 ميلادي وما زالت الجامعة تعمل من دون توقف منذ تأريخ تهسيسها وحتى وقتنا هذا وفي المغرب أيضا شجرة الأرغان أو الأرغان أو الأرجان وتلقب بلوز البربر وهي شجرة نادرة جدا وتنمو في مناطق محدودة من العالم فهي تتواجد فقط في منطقة سوس في جنوب المغرب وكذلك في صحراء النقب في فلسطين ويسميها الفرنسيون الذهب المغربي السائل تتمتع هذه الشجرة بقدرتها الهائلة على مقاومة الجفاف وتقف هذه الشجرة كحاجزا طبيعيا أمام ظاهرة التصحر وتشتهر شجرة الأرغان بزيتها الغني إذ يعتبر من أندر الزيوت في العالم نظرا لفوائده الصحية واستعمالاته المختلفة في التغذية والتجميل والتطبيب ولو جئنا إلى شركة الخطوط الملكية المغربية فتعد واحدة من الشركات العربية والأفريقية الرائدة في مجال الطيران منذ العام 1957 وإذا جئنا إلى الزي التقليدي المغربي فيعتز المغاربة بالقفطان المغربي كأحد رموز الثقافة الشعبية المتشبعة بالأصالة المغربية والطراز المغربي يعتبر من الفنون التي برع فيها المغاربة وتتميز كل مدينة بطرز معين ينسب لها ومنها الطرز الفاسي والطراز الرباطي والطرز التطواني والزموري وغيرها ويعد المطبخ المغربي منذ القدم من أكثر المطابخ تنوعا في العالم والسبب يرجع إلى تفاعل المغرب مع العالم الخارجي منذ قرون إذ يعد مزيجا من المطبخ الأمازيغي والعربي والعندلسي والشرق أوسطي والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا ويعد الطهات في المطبخ المغربي على مر القرون في كل منفاس ومكناس ومراكش والرباط وتطواني وغيرها الأساس لما يعرف بالمطبخ المغربي اليوم ولمعلومات متابعين الأحبة فقد تصدر المطبخ المغربي المرتب الأولى عربيا وأفريقيا والثاني عالميا بعد فرنسا في عام 2012 وإذا كانت المصرية كابتن طيار لطيفا نادي أول عربية حصلت على رخصة الطيران في 27 سبتمبر عام 1933 ميلادي وكانت بذلك أول امرأة في الشرق الأوسط وأول امرأة في أفريقيا فإن الربانة ثري الشاوي تعد من أولى الفتيات المغربيات التي تخوض حلم الطيران بين النساء العرب وتعد مدينة وزازات المغربية هوليودي أفريقيا وهي المدينة الواقعة جنوب شرق المغرب فبعد أن ذا عصيتها على خلفية تصوير العديد من الأفلام العالمية وبفضل مزاياها الطبيعية من جبال وصحراء وثلوج تعد هوليودي أفريقيا وقد استقطبت العديد من السياح والمخرجين على خلفية فيلم لورانس العرب الذي تم تصويره في هذه المدينة وتعد استوديوهات أطلس أكبر استوديو طبيعي في العالم وقد أنتج الاستوديو عددا من الأعمال السينمائية مثل جوهرة النيل وأضواء النهار الحية وفيلم المومياء ومملكة السماء وكيلوبيترا وبابل وغيرها وإذا جئنا إلى الاستثمار فيعد المغرب أول مستثمر في القارة السوداء حيث تصل استثماراته إلى أكثر من خمس مليارات ومن تأريخ بلاد المغرب فقد عرفت بلاد المغرب نشأة العديد من الدول الدينية المستقلة فوق أراضيها منها الدولة السعدية التي دام حكمها أكثر من قرن وكذلك الأدارس والمرابطين والموحدين ودولة الوطاسية والدولة العلوية وغيرهم ومن الفخر أيضا يحتل المغرب بين كبار مصدري الخضر والفواكه عالميا فعلى مستوى تصدير الحوامض يحل المغرب ثامنا في الترتيب العالمي أما في مجال الزيتون فيحل المغرب عاشر عالميا في المرتبة العاشر عالميا أما في مجال الطاقة الشمسية فتعد محطة نور أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم ويقع مجمع نور في جنوب المغرب على أبواب الصحراء أما في مجال الموانئ فيعد ميناء طنجة الأكبر على مستوى أفريقيا والمتوسط ويقع الميناء على بعد نحو خمسين كيلومتر إلى الغرب من مدينة طنجة أما في مجال الصناعة فقد تحول المغرب في غضون سنوات قليلة لمنصة صناعية أقليمية في مجال تصنيع السيارات فهو ينتج نحو مليون مركبة وقد اتجهت شركات عالمية مثل تويوتو اليابانية وشركات ألمانية وغيرها لفتح فروع لها في المغرب وليس السيارات وحدها بل حتى الطائرات والألكترونيك وغيرها تصدر إلى الخارج وبكميات تجارية ولقرب طنجة على الأندلس فقد كان للمغاربة الفضل الكبير في فتح الأندلس مع جندي طارق بن زياد وفي المغرب كانت الإمبراطورية المغربية أو الإمبراطورية الشريفة أو السلطنة الشريفة نسبة إلى الأشراف آل البيت الهاشميين ويعتبر فن العمارة المغربي من أبرز فنون العمارة الإسلامية العريقة وأكثرها شهرة فمنذ مئات السنين وإلى عصرنا الحاضر لا تزال معالم العمارة المغربية خالدة عبر العديد من البنايات والمعالم التأريخية التي تحكي قوة التأريخ والحضارة وترصد شموخ اللون وغزارة الإبداع نتمنى متابعين الأحبة أن نكون قد قدمنا مقطعا مفيدا ونافعا عن هذا البلد العربي الأصيل عن قمر العرب الغائب نودعكم برعاية الله وحفظه وإلى لقاءات قادمة بإذن الله نودعكم برعاية الله وحفظه نودعكم برعاية الله وحفظه نودعكم برعاية الله وحفظه